موسيقى صباح الخير على كل الشعب المصري صباح الخير على كل إنسان واعي ومسقف وده مش غريب عننا لأن بيظهر وعينا ده عند كل أزمة بنتقرد لها وعند كل ما احنا بنمر بيها صباحكم كله صحة وجمال وتفاؤل وتفاؤل إن الغمة اللي بنمر بيها دي تزول وترجح حياتنا المصارها الطبيعي الأزمة مش بس عندنا في مصر لكن لما جات عندنا مصر قررنا إننا نواجه ونختار صحتنا وبنتمنى إننا نرفع وعينا الأقصى درجاته وبنشكر الدولة المصرية بكل قطعتها وخاصة جيشنا البيض من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين اللي قرر من أول لحظة إنه هو يختار ويواجه ومهربش وقرر إنه يتصدى الأزمة للحفاظ على صحة كل شخص في الشعب المصري مهما كلفه له ومهما كان التمن ورحب بيكم محمد طلعت في أول حلقاتي من برنامج أطباء مصر على قناة الصحة والجمال اللي بتمنى إن نقدم لكم فيه حاجة جديدة واتمنى إننا ما نكونش تحصيل حاصل لكلام سمعناه قبل كده أو شفناه قبل كده كتير برنامجنا هيكون متنوع ومتعدد الفقرات بإذن الله هنتناول فقرات عديدة في برنامجنا دوت هيكون من ضمن الفقرات أول فقرة فقرة التقرير التبدي والتقرير التبدي ده هنتناول فيه الحالة الصحية على مدار أسبوع كامل بعد كده هيكون معنا ضيف قمة وقامة من الأطباء وهنتناول معاه موضوع مهم يهم كل المصريين وهيكون مفتوح ليكم الخطوط معنا إن أنتم تتواصلوا معنا وتستشيرهم وتستشيروا قبراءنا اللي بنجلبهم ليكم دي حاجة الحاجة التانية هيكون معنا فقرة مميزة جدا وهي فقرة النصيحة الطبية فقرة النصيحة الطبية دي هنقدم لكم فيها نصايح تهمكم وتهم كل واحد فيكم ويا رب نكون إننا سبب إننا نرفع وعينا وثقافتنا الصحية وما نكونش سبب إن إحنا نضيع وقت أو وقت أي حد منكم أو مجهود أي حد منكم ودلوقتي هنبدأ أول فقرة من فقرات برنامجنا وهي فقرة التقرير الصحي فقرة التقرير الصحي دي هنتناول فيها الحالة الصحية خلال الأسبوع اللي فات على مدار الأسبوع وطبعا حلقتنا أسبوعية فهنتناول فيها الحالة الصحية على مدار أسبوع كامل لكن النهاردة أنا حضرت لكم تقرير صحي مختلف التقرير الصحي النهاردة هيكون عبارة عن مقارنة بين فيروس كورونا خلال الثلاث شهور الماضية اللي ظهر فيهم في مصر خلال الفترة دي البداية كانت اكتشاف أول حالة لأجنبي حامل للفيروس في البيان المشترك من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وده كان يوم 14 فبراير دي كانت البداية اكتشاف أول حالة لأجنبي بعد كده خرج إشاعة أو روبه إن فيه شخص تاني عنده حامل لفيروس كورونا خرج بيان بيزبس سلبية التحاليل للشخص الأجنبي وده كان يوم 19 فبراير بعد كده تعافت الحالة الأولى وخرجت من المستشفى وده كان يوم 27 فبراير ومصر في هذه اللحظة كانت خالية من فيروس كورونا رجعنا في يوم 2 مارس تم اكتشاف حالة إيجابية لأجنبي وتم نقله لمستشفى العزد بحد هنا لسه الأجنبي الوحيد هو اللي اكتشفوه هنبدأ بقى في مرحلة تانية في البداية الفعلية لفيروس كورونا البداية الفعلية لفيروس كورونا اللي كانت يوم 5 مارس وكانت أول حالة إيجابية المصري عائد من الخارج كان جاي من دولة سربيا وكان مرورا بفرنسا إذن يعتبر أن يوم 5 مارس هو بداية ظهور أول حالة إيجابية في مصر يعني بداية ظهور المرض الفعلي في مصر نفتكر التاريخ ده كويس 5 مارس بداية ظهور المرض الفعلي في مصر طيب أول حالة وفاة كانت لشخص ألماني الجنسية وكانت بعد وصوله بسبعة أيام حدث الأيام ومر شهر مر شهر بالتمام والكمال على فيروس كورونا في مصر وفي يوم 5 إبريل احنا قلنا 5 مارس كانت أول إصابة المصري 5 إبريل ارتفعت الحالات لتصل إلى 1173 حالة والوفيات وصلت ل78 حالة وفاة كده عدينا شهر 1173 حالة وفي يوم 78 حالة بعد شهر كمان تاني شهر اللي هو كان يوم 5 مايو الحالات ارتفعت لـ 7200 حالة وارتفعت عدد الوفيات إلى 452 حالة وفاة يعني بعد شهر تخيالوا أن احنا وصلنا للرقم ده شهر شهر مارس بدأت في مارس إبريل ومايو وصلنا 7200 حالة الشهر الثالث بقى الشهر الثالث مر شهر كمان بعد مرور ثلاثة أشهر ارتفعت عدد الإصابات لتصل لـ 31,115 حالة إصابة والوفيات وصلت لـ 1,166 حالة ليه قررنا ان احنا نقول التقرير دوت في فقرتنا دي المرة دي بالذات عشان نوري أهلنا وشعبنا احنا فين ازاي الفيروس بيتطور عندنا ازاي الفيروس بينتشر سرعته ازاي لو جينا نحسبها لو عملنا حزبة بسيطة خالص هلاقي في أول شهر ان عندنا عدد الإصابات 1,173 حالة تاني شهر عدد الإصابات لو حسبناها هلاقيها 6,028 حالة تالت شهر هلاقيه 23,914 حالة ازا من شهر من 1,173 الشهر اللي بعده 6,028 الشهر التالت 23,914 ازا هنا لازم نقف ونفكر الشهر الرابع اللي احنا فيه هيكون نظامه ايه كل الخبراء بيأكدوا ان الفيروس ان شاء الله يكون في ظروته وان شاء الله يبدأ يقل تدريجي لسه مظهرش احنا في الشهر الرابع بس الشهر الرابع والخامس لو فضل المعدل ده وتماشي بنفس السبات ده هنوصل لأرقام تانية احنا ما كناش نحب نوصل لها و احنا في غنى عنها اذا لما يحصل لما الحكومة او لما يحصل اي اي اوامر او يطلع اي بيانات او اي قرارات ان احنا نحافظ على نفسنا يبقى لازم نحافظ على نفسنا يبقى لازم نلتزم بده لان كل واحد فينا خايف على نفسه تعب المرض اصعب بكتير من التعب اللي هتتعبه علشان تحافظ على نفسك لازم كل واحد فينا يحافظ على نفسنا لو فضلنا بنفس المعدل ده شهر ستة وشهر سبعة وتمانية هنوصل لمالة يحمد عقبه بشكركم اطلع فاصل قصير ونعود مرة اخرى ومع الفقرة المتميزة ومعنا ضيف متميز قال له بعد الفاصل بشكركم نطلع فاصل ورجعنا لكم مرة تانية عشان نتكلم في موضوع مهم جدا ومجال خاص جدا ومجال اخترته ان هو يكون اول حلقة لان ده المجال المحبب الى قلبي لان ده تخصصي واخترت ان يكون معايا قمة من قمات هذا المجال في مصر معنا ومعاكم الدكتور احمد الاشقر استشاري التركيبات الصناعية وزراعة الاسنان برحب حضرك يا دكتور اهلا برحب حضرك ايه الحمد لله الصباح الخير صباح الخير كورونا اخبار ايه معاكم الدكتور لا تمام في البداية دكتور شاء الله ربنا يشفي الناس كلها ويعدينا منع على خير امين يا رب امين يا دكتور في البداية دكتور كنت عايز اكلم حضرتك عن دكتور الاسنان او طبيب الاسنان بيعمل ايه عشان يحافظوا على نفسه دلوقتي في العيادات ويحافظوا على نفسه من العدوى سواء ليه او للمريض اكيد حضراتكم بتعملوا اجراءات احترازية وحاجات شديدة جدا علشان تحافظوا على نفسك وعلى المريض فممكن تعضح لنا والاستادة المشاهدين ايه بيتم عشان تحافظوا على كده بص هو طبعا يعني بالذات عيادة الاسنان من العيادات اللي هي طول الوقت الكونسبت بتاع الانفكشن كونترول ان انت ازاي تعمل تبقى دايما مفيش تحارب الانفكشن والكلام ده ده موجود يعني هو ده احنا دايما بناخد الاجراءات دي اللي زاد علينا في الكورونا ان احنا بقينا بنشتغل مثلا ممكن بندي موعيد متبعدة للبيشنس بحيث ان ما يبقاش فيه انتظار في الويتنج آريا مثلا في العيادة يعني يبقى واحد او اتنين بالكتير موجودين مش عايزين تكدس دي من الحاجات المهمة جدا البيشنس يخش العيادة طبعا لابس الماسك بتاعه علشان يبقى فيه حماية ليه وحماية لللي موجودين في العيادة رغم ان احنا يعني يمكن التخصص الوحيد اللي انت لازم العيادة لما يخش لك حيقلع الماسك عشان تعرف تشتغله بس على الاقل وهو في الويتنج آريا والكلام ده هو ملتزم بلابس الماسك غير كده احنا كل تعقيم الادوات وتعقيم الاسطح المختلفة وكل الاجراءات العادية اللي احنا بناخدها في شغلنا العادي هي الاجراءات المتبعة في الوقاية من فيروس كورونا زاد عليها بس ان البيشنس نمنع التكدس في الويتنج آريا وفي نفس الوقت البيشنس دايما يبقى لابس الماسك طول ما هو مش قاعد على الكرسي بتاع الاسنان بيتلقى العلاج من الدكتور طيب في حالات معينة يا دكتور بتفضلوا ان انتو مثلا لا الحالة دي ممكن تستنى لبعد مرحلة الكورونا فهنديك حاجة زي مسكن او هنديك حاجة يعني في حالات معينة بتشتغلوها طبعا وحالات بتفضلوا ان انتو تأجلوها ولا طبعا هقولك احنا طبعا في الانت كنت تكلمت في المقدمة عن التطور بتاع الفيروس من شهر فبراير لغاية شهر ستة احنا فيه في اول شهرين طبعا كان الخوف والهلع العالمي اللي موجود وتوصيات ملظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والكلام ده ان احنا نشتغل حالات الاميرجنسي بس كان كله طبعا لازم تلتزم بالوجود في البيت وان ما كانش لسه فيه معلومات كافية قوي عن الفيروس تمام فكان التعليمات اللي موجودة ان احنا بقدر الامكان نشتغل حالات الاميرجنسي طبعا الاميرجنسي ده يعني واحد فيه وجع مستمر مش هينفع ان هو ياخد مساكفة هيجي العيادة علشان يتلقى علاج معين ولكن يعني ايه بنسميها الحالات الطرقة انما كل حاجة كان بيفضل ان هي تؤجل لما تتضح الرؤية حوالين الفيروس نفسه ويبقى فيه معلومات اكتر حواليه والكلام ده ونسب الاصابات تبدأ تقل وكده دلوقتي فيه اتجاه عالمي من حوالي اسبوعين ثلاثة ان خلاص العالم كله بدأ يعني بعد ستيينج هوم بعد ما العالم كله قاعد في البيت من ثلاثة لاربع شهور يعني بدأت الدنيا خلاص العالم كله بيتجه ان هو يبدأ يرجع تدريجيا للحياة الطبيعية واحنا معاهم بقى هنبدأ ان شاء الله وحدة وحدة نستعيد حياتنا الطبيعية واللايف ستايل بتاعنا بس باحتياطات طبعا بنفس الاحتياطات حتى يعني الناس كمان في الشارع بدأت اللي هو في الشوارع في المواصلات العامة في الاماكن اللي هي المصالح الحكومية اي مكان حيبقى مقفول المفروض خلاص الدولة فرضت ان هو لازم يبقى لابس الماسك علشان يحصل نوع من التباعد الاجتماعي وما يبقاش فيه يعني بقدر الامكان تقل فرص الاصابة تمام احنا برضو زي ماشيين على نفس السيستم بتاعنا العيادات بناخد فيها اقصى اجراءات السلامة والحماية وبنطلب من العينين دايما ان هما يعني كل واحد يعني يخلي باله من نفسه بس اهم حاجة غسيل ايدين باستمرار ولبس الماسك دي ده الدور اللي عليه ودورنا بقى في العيادة ان هو احنا ان شاء الله نحميه من اي انفكشن ينتقل عن طريق اي حد يعني ان شاء الله ننتقل يا دكتورنا من موضوع دوت لموضوع مهم جدا موضوع يعني بيشغل بال كل حد فينا يعني مفيش واحد الا وكان هو او اهله او حد من قريبه بيسمع او عايز يعمل حاجة اسمها زراعة الاسنان قبل كده من كذا سنة من مثلا تمن تسع عشر سنين كان زراعة الاسنان دي اللي يسمع كلمة زراعة الاسنان يقول ده انا هصل استخارة وها اعملية وقصة كبيرة ودنيا فانما دلوقتي بعد التطور التكنولوجي والتطورات الاخيرة في المجال دوت حصل تغيير كبير او في مجال زراعة الاسنان في البداية دكتور عايز حضرتك تعرفنا ايه هو زراعة الاسنان يعني ايه زراعة الاسنان اه كلمة زراعة الاسنان بيبقى الشخص فقد سنة او درس او اكتر المهم بقى عندي مكان فيه سنة مفقودة تمام بالزبط طيب السنة اللي فقدت دي اما اثرت على شكل او اثرت على فانكشن اثرت على ان هو مش قادر يأكل زي الاول وظيفته طبعا مش قادر يأكل زي الاول اه مش قادر يعني مش قادر يعيش طبيعي زي الاول اه فده بيخليك ان انت تتجه لتعويد الحاجة اللي فقدت طيب علشان نعود ده بتركيبات سابتة عندنا طريق من اتنين يأما نعمل اللي هو البرج اللي هو بنستخدم الاسنان الموجودة حوالين الفراغ ان هي تشيل السنة اللي هي المفقودة تمام او الطريق التاني اللي هو زراعة الاسنان فراغة الاسنان بتعتمد على انا ما باعتمدش في تعويض السنة اللي فقدت على الاسنان اللي حوالين الفراغ اللي قابليها واللي بعديها لا انا باعتمد على ان انا بزرع جدر للسنة نفسها جوه العضل خلاص اي سنة بتبقى عبارة عن الروت والكراون يعني الجدر بتاع السنة والجزء بتاعها اللي هو الكراون ده اللي هو جوه الفم اللي هو بيستخدمه في المضغ عليه والكلام ده فالتكنيك بتاع الزراعة بيعتمد ان انا مش هعلق سنان على الاسنان اللي حوالين الفراغ لا ده انا لازم احط في المكان الفاضي ده احط حاجة معينة بتعمل عمل الجدر بتاع السنة وبعد فترة معينة من لازم يعني حسب بقى بتخضع العوامل كتير جدا الفترة دي هتبقى قد ايه لازم فترة التقام العضم حوالين الجدر بتاع السنة بنسيب الفترة بتاع العضم يلتقم حواليها وبعدين بنبدأ نخش في المرحلة التانية من الزراعة ان احنا نركب في الحاجة اللي احنا حطناها جوه العضل نركب فيها جزء اللي هنقدر نركب عليه التربوش اه او الكراون اللي هو هيفانكشن بقى العيان هيقدر ياكل عليه جوه البق واللي هو هيملالي الفراغ والشكل يستعيد الشكل الطبيعي بتاع السنة بالضبط اذا من كلام حضرك يا دكتور يعني ناخد لحاجة ان الفرق بين الزراعة والتركيبات السابتة ان الزراعة قائمة بذاتها معتمدة على نفسها ان الغرسة او الزرعة بتدخل جوه العضل اه بتاخد ما بتعتمدش في تثبتها او في اداءها للوظيفة ما بتعتمدش على الاسنان اللي قبل وبعد الفراغ لا ده انا بعتمد على انا بعوض السنة كاملة بالجزء بتاعها اللي جوه العضل اللي هو الروت او الجدر بتاع السنة والجزء اللي جوه اللي هو الفم اللي هو بنسميه الكراون او التربوش بتاع السنة طيب ده ده بكل ميزة احسن يعني مثلا سواء في توزيع قوة الاكلة او في المحافظة على حاجة معينة في الفم طبعا ده يعني ده هو التريتمينت أوف شويس يعني لو العوامل المختلفة اللي هي المطلوب توفرها عشان نعمل زرعاية نكحة موجودة هتبقى طبعا هي لها الافضلية عن التركيبات السابتة اللي هو البريدج يعني الكبرى تمام انما ده بيحكمه زي ما بقولك عوامل كتير قوي منها العامل المادي الزرعاية ممكن مكلفة جدا يا ربك لا 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 دلوقتي ما بقتش يعني بقى الفرق بسيط قوي بين تكلفة الزرعا وتكلفة ان انت تعمل بريدج تمام فالتكلفة المادية الجنرال هاتس بتاع المريض اللي هي الصحة العامة بتاعته لازم يبقى فيه خصائص معينة موجودة في العظم نفسه اللي احنا هنحط فيه زرعاية تمام يعني العظم يكون يعني مثلا كسفته خصائص معينة خصائص معينة تبقى موجودة في المكان نفسه اللي انا هحط فيه الزرعاية يعني ممكن الانسان يبقى صحته كويسة جدا ويقدر يتحمل تمن التكلفة بتاعت الزراعة والكلام ده بس المكان بتاع اللي هو فقدت فيه السنة ما فيهوش عظم كافي او فيه اي مشكلة من المشاكل اللي هي بتعوق عملية الزراعة وفيه مشاكل كتير جدا لها حلول طبية تمام بس قصدي انه هو ايه يعني لازم يكون لما بيكون كل الشروط متوفرة لا طبعا الزراعة هي الحل هنتكلم عن المشاكل وعن حلولها الطبية بس عايزين نوضح للسادة المشاهدين ايه ابرز مميزات الزراعة ايه ابرز ايه اللي خلاها تكون حديث اللي هي زباستوفتشوه زي ما حضرك قولت ايه اللي خلاها كده علشان قبل الزراعة ما تبقى موجودة بقوة في الخيارات المتاحة لطب الاسنان لما تفقد سنة او الكلام ده كان الحاجة اللي قبلها زي ما بقولك اللي هو ان احنا نعمل ياما التركيبات المتحركة الاطقم التقليدية اللي هي بعوط بتتشال وتتحط او ان انا بيبقى فيه اسنان موجودة بتمسك بمشابك على الاسنان اللي حواليها علشان تقدر ان انت تاكل عليها وان هي تحفظ الشكل بعد كده تطور الموضوع ان في حالات معينة نقدر نعمل تركيبات سابتة اذا الاسنان اللي حوالين الفراغ حالتها كويسة وتتمتع بمواصفات معينة نقدر ان احنا نخليها تشيل السنة المفقودة تشيل الحمل اللي عليها وتأدي الوظيفة بمساعدتها تمام فكنا برضو بنعتمد على الاسنان اللي حوالين الجزء المفقود لما ظهرت الزراعة كان الموضوع لا خلاص انا كمان ما بضطرش ان انا اعمل اي تغييرات في الاسنان اللي حواليها ما بضطرش ان انا ابرض الاسنان علشان اركب عليها حاجة لا انا بعوض السنة المفقودة بنوع من التركيبات في المكان نفسه تمام ثانيا ان الزراعة انا ما بعوضش التربوش بس بتاع السنة المفقودة وبعلقه على الدرس اللي قبله والدرس اللي بعده لا انا بحط كاني بعوض السنة بالجزئين بتوعها اللي هما الجدر والتربوش بتاع السنة فده طبعا بيبقى في اداء الفونكشن اقوى في الجماليا احسن حفزت على الاسنان الطبيعية اللي هي السليمة اللي هي ما فيهاش اي حاجة ما اضطرتش ان انا اعمل عليها تغيرات دائمة طيب يا دكتور دايما كان فيه مقولة بتقلنا ان دكتور الاسنان ده لازم يبقى مهندس ديكور الاول لازم يبقى فنان لازم يبقى فنان وفي نفس الوقت طبيب نفسي لان المريض كانوا بيقولولنا لو المريض جاي لك وما استريح لكش نفسيا هو لو ما كانش مستريح خلاص هو مش هي حتى لو انت عامله احلى شغلة هيكون في نظره دي حقيقة دي حقيقة ازاي انت شايف ان هو المفروض يكون مهندس ديكور وازاي حضرتك شايف ان هو ممكن احنا من اوائل الحاجات اللي بندرسها في كل الطب الاسنان ان دانتستري ده او طب الاسنان ده Art and Science يعني هو فن وعلم مش بس علم تمام فده انت انا بقولك ان هو لازم فعلا يبقى عنده السنس الجمالي والحس الجمالي ده موجود في حاجات كتير لان انت انت بتعطيك في جزء كبير جدا من شغلك بالذات في التركيبات الصناعية والشغل التجميلي الحس الجمالي بتاع الدكتور بيفرق طبعا جدا في ان انت ازاي تتقدر ايه الحاجة اللي حتبقى شكلها حلوة على العيان درجة لون الاسنان ايه الدفاكت في الشكل اللي اندايق العيان جاي منين والكلام ده لازم لازم الموضوع ان انت يبقى عندك الحس الجمالي وان انت باستمرار تطوره تمام دي حاجة الحاجة التانية موضوع ان انت عندك الحتة النفسية وانزاي تهند الخوف بتاع العيان اللي هو اصلا جاي لك العيان ده وهو خايف ومرعوب يعني مهما العيان شاف تطور في طب الاسنان شاف ان هو داخل مكان في كل التجهيزات وكلام ده بيبقى داخل مرعوب معروف ان خاركم جزرين لا خالص كلام ده دي دي صورة ذهنية من قديم الازل طبعا مع التطور الرهيب اللي حصل الكلام ده بقاش موجود تماما انت ممكن من دي وان انت بتخش عادة الاسنان بدي عندك شغل كتير جدا ممكن من ساعة ما تخش لغاية ما تخلص انت يعني بتمر التجربة لطيفة ما فيهاش ما فيش بين ما فيش القلم الرهيب اللي موجود ما فيش الشد العصبي اللي كان متعرف عليه قبل كده طبعا مع التطور الكبير بقى فيه يعني بتقدر ان انت تهندل حتة البين ما فيش البين اللي الناس كانت القلم الرهيب اللي الناس كانت قديما يعني بتعاني منه مهم جدا حتة النفسية عند الدكتور ان هو يهندل الخوف او يتحكم في الخوف بتاع البيشنت اللي داخله هو اصلا جاي يعني عنده خوف من المكان اللي هو جايله فلازم ان انت بتزودوش بقى بالزبط كده يعني امتص البيشنت بتاعه لازم مقابلتك بتبقى بريندلي بتبقى فيها نوع من انواع التمأمينة للعيان انا عايز اقول ان انا شفت ده عند حضرتك شخصيا في السنتر عند حضرتك حراك لما لقيت حراك بتقعد مع البيشنت حوالي تلت ساعة الاول تاخد هستوري كامل تخلي البيشنت الاول دي يستريح يتطمن اللي هو خلاص انا اتطمنت ده لازم البيشنت لازم يبقى حاسس ان هو جاي مكان يعني اول مرة هو جاي خايف حيعتبر فشل فشل وليك لو البيشنت جاي في الجلسة التانية او الجلسة التالتة وهو خايف اكتر من المرة الاولانية يعني المرة يقول عليها عامل كبير عليها عامل كبير جدا 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 طبعا لازم بتبني جسور الثقة الاول بينك وبين العيان العيان يتطمن لك يستريح لك مش بس يتطمن لك ويستريح لك يتطمن للمكان نفسه ان هو المكان فيه اجراءات الحماية كويس جدا بالنسباله من هو ينتقل له اي انفكشن يبقى مكان مريح جدا للعين وللاعصاب كتير بنستخدم الصوفت ميوزيك علشان نطلع العيان من الجو المشحون اللي هو فيه يعني دي لها خطوات كتير جدا انت تهيأ للعيان الاتموسفير المناسب ان هو يبقى داخل بتنزع منه الخوف والرهبة والتوتر اللي هو جاي بيه علشان تهيأه ان هو يقعد على الكرسي متعاون متطمن مبسوط دي دي لوحدها حاجة مهمة جدا طيب نرجع تاني الموضوعنا يا دكتور اللي هو موضوع زراعة الاسنان هل الكلام اللي بنسمعه فيه زرعة حلوة وزرعة مش حلوة زرعة كويسة دي زرعة غالية دي ألماني دي بلجيكي ايه الموضوع ده ايه الفرق بين الزرعات دي وايه اللي بيميز كل حاجة منها زي اي حاجة في البرودكتس اللي موجودة في العالم فيه عربية مرسيدس وعربية بي ام دابليو بيختلفوا بقى في ايه عمرهم بزفت انت عندك شركات كتير جدا حول العالم بتشتغل في مجال صناعة الزرعات دي تمام فالزرعات ليها يعني ليها خصائص كتير جدا مش مش هيبقى طبعا مجالنا ان احنا دي حاجات تخصصية جندا جدا احنا بنتكلم مع الناس بنحاول نبسطلهم القصة إنما اللي بيفرق إن الدكتور اللي بيعالجك يقدر يختار لك الحاجة المناسبة للحالة دي ما مش كل حالة مش كل نوع بيقدر ينفع في كل الحالات في حالات معينة محتاجة خصائص معينة في أماكن معينة محتاجة تلاقي مثلا حاجة موجودة في شركة برودكت موجودة عند شركة مش موجودة عند شركة تانية ساعات تلاقي مثلا ممكن البرودكت بتاعة اللي هي ميدين يو اس اي وميدين يوروب الحاجات اللي هي في ألمانيا وأمريكا وفرنسا والكلام ده ممكن نتيجة للفرق العملة ممكن الحاجات الميدين يوروب تبقى أغلى شوية من الحاجات اللي هي ميدين كوريا مثلا أو الكلام ده ولكن يعني مش التكلفة قوي اللي بتحكم قد ما هو الدكتور مهارة الطبيب دي النقطة مهارة الطبيب طبعا وهو يعني متعود يشتغل بإيه النوع السيستم اللي هو مناسب للحالة مهارة معاه بالزبط وإيه الحاجات الشركة اللي هو اختارها بناء على خبراته والكلام ده اللي يقدر يتعامل بيها مع الحالة دي بالفاكتورز الموجودة فيها العظم بتاعها الحاجات اللي هو محتاج يستخدمها علشان يعمل زرعانك حين طيب دكتورنا انت حراك قلت ان الزراع عليها شروط فيه شروط لازم تتوفر في المريض أو البيشنت اللي جاي لي علشان اعمل له زرعان حراك ذكرت منها اللي هي حجم العظم وكسفت العظم وقلت كذا حاجة طب لو الشروط دي ما توفرتش خلاص كده المريض هقوله انت مش هتعرف تزرع لا طبعا الشروط ما توفرتش يعني فيه مشاكل ممكن تبقى موجودة عند العيان تعيق عملية الزراعة بس ليها حل طبي زي عندي مثلا العظم مش كافي ممكن بنستخدم بنعمل حاجة اسمها بون جراف تحولين الزرع اللي هو بنستخدم بداء العظمية تمام عظم صناعي بحيث ان احنا احنا محتاجين نعلي الليفل بتاع العظم بتاعنا محتاجين ان احنا نحط يعني نخلي نحفز نمو العظم في حتة معينة فيه حاجات موجودة كده وفيه حاجات ما لهاش حل زي ايه زي مثلا مثلا بيشنت عنده هشاشة عظام سواء راجل او ست ده ما ينفعش لان هو الزراعة بتعتمد على التقام العظم بشكل كبير حوالين الزرعاء اللي احنا بنحطها في العظم فيه حاجات معينة تعيقك ان انت تقدر تستخدم ده ولكن ده مش هنقوله لا خلاص ما فيش حل لا الكلام ده خلاص هنبدأ ان انتقل لنوع تاني من التركيبات اللي هو التركيبات السابتة اذا عنده اللي هو البريج كوبري اذا عنده اسنان حالتها كويسة حوالين المكان الفاضي اللي فقدت فيه السنة بنقدر ان احنا نعمل نستخدم الاسنان دي عشان نعمل بريج تمام انما يعني زي ما بقولك فيه حاجات تكنيكال فيه حاجات يعني نقدر نحلها كدكتور اسنان لما بعد ما بنعمل اشعاعات المطلوبة ونشوف بالزبط جودة العظم ايه والتحاليل فيه شوية تحاليل كدكتور نطلبها من العيان اذا كل حاجة تمام بنروح في السكة بتاعة الزراعة اذا فيه حاجات نقدر نتعامل معها بنتعامل معها خلاص الدنيا قفلت بنبدأ ان احنا ننتقل لحل تاني اللي هو التركيبات السابتة اذا التركيبات السابتة كمان ما نفعتش نتيجة لانه هو خالع عدد كبير جدا او مش قادرين نعمل ده في التركيبات المتحركة يعني الموضوع بيبقى متدرج انت بتمشي مع البيشنت مع العيان حسب الحالة بتاعته بتقدر ان انت تحدد لتحطره الخطة العلاجية المناسبة ليه مفيش حاجة طبعا بتبقى هي المناسبة لكل الحالات بالزبط طيب يا دكتور عاجلين نروح لنقطة تانية بتهم برضو كل الناس اللي هم حابين يزراعوا الناس اللي هم مثلا عندهم مشاكل صحية او امراض صحية زي مرضى الضغط ومرضى السكر ومرضى القلب هل الزراعة في علاقة بينها وبين اي حالة مرضية يعني في حالة مرضية معينة مثلا بتمنع ان انا ازرع للبيشنت او المريض دوت شوف من سنين كتير يعني كان في حاجات معينة بتتكتب ان هي العيان اللي هو عنده كذا او كذا او كذا بيبقى كونترا انديكيتد للزراعة وهو ما ينفعش ان احنا نعمله زراعة زي مثلا مريض السكر الكلام ده كل سنة مع التطور في علم زراعة الاسنان ومع التقنيات الجمدة جدا بتتحدث كل يوم والريسورش والابحاث اللي بتطلع كل يوم الكلام ده دلوقتي اتغير تماما بقى حتى مريض السكر ما بقاش اللي هو ما نقولش اول ما حد يقول لي عندي سكر يبقى ما ينفعلكش زراعة الكلام ده اتغير تماما بقى تلحاجة بس لا لو العيان نفسه مش 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 مزبط سكره كويس او ان هو اللي احنا بنسميه ان كونترول دايبيتس اللي هو السكر بتاعه مش متزبط لا ده اه هو يخليني مقدرش اعمله زراعة انما الموضوع ما بقاش ان هو اي عيان عنده سكر سواء متزبط او مش متزبط يبقى ما ينفعلوش زراعة على عيان سكر بس بيمشي على الدواء بتاعه كويس وبيقيس باستمرار السكر بتاعه ونسبة السكر دايما مزبطها العيان ده ما بي أهلا مدفع يا دكتور سعب تفضل أستاذي حريركو الزئيمان أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك حضرتك أنا ابني عند تسعة سنين تمام؟ فضلي معاك يا دكتور احمد تمام تفضل آه هو عند السنتين اللي قدام آه اللي فوق بينهم فرق كبير قوي تمام فيعني المكان دوت هيطلع فيه سنة جديدة ولا هو محتاج زراعة وزي ما قلت لحضرتك هو عنده تسعة سنين ماشي هرد عليك حالا والسن ده مناسب انه نزرع فيه ولا بسنة سنة معين يعني عشان نزرع فيه هرد عليك حالا يا فاني شكرا كبيرا طبعا سنة تسع سنين ده احنا الأسنان اللبنية بتبقى مناسبة في حجمها لحجم الفك في السن الصغير تمام بنبدأ تغيير الأسنان الأمامية دي على سن ست سنين بنبدأ نغير الأسنان بنبدأ بتغيير الأسنان السنتين الأماميين تحت وبعد كاس ليها جدول معين وتسلسل معين في تغيير الأسنان تمام كل سنة ليها معاد معين بتتغير فيه طيب دلوقتي الأسنان الدائمة دي ربنا سبحانه وتعالى عمل القصة دي الحاجة الوحيدة اللي هي يعني كل حاجة انت عندك بتنمو كل ما انت بتنمو الحاجة دي بتنمو إلا الأسنان الأسنان هي الحاجة الوحيدة في الجسم اللي انت وانت صغير عندك أسنان معينة لما بتيجي تكبر ويكبر حجم الفك بتاعك وحجم وشك والكلام ده بتبقى محتاج أسنان بحجم مختلف بأشكال مختلفة بقدرات مختلفة عن الأسنان اللي كانت موجودة في مرحلة الطفولة عشان تقدر تكمل بها حياتك فهدي الحاجة الوحيدة في جسم الإنسان اللي بيحصل فيها كده فالأسنان الدايمة بيبقى حجمها أكبر من الأسنان اللبنية اللي كانت موجودة في مرحلة الطفولة الوش حجم الوش والعظم بتاع الفك بينمو طبعا مع نمو الطفل فدلوقتي تسع سنين دي هو لسه في المرحلة اللي هو بيغير فيها الأسنان اللبنية آه لسه ما اكتملش تغيير الأسنان اللبنية كلها آه لما بيبدأ يغير النبات بتاعته والدروس واللي هي الأسنان اللي بعد الأسنان الأمامية طبعا بتبدأ الفراغات دي تتملي يعني أكمل بس الرد عليها بتبدأ الفراغات دي تتملي فممكن جدا الفراغ اللي انت شايفها قدامك ده بيتقفل بعد ما يكون خلاص على سن 12 سنة 13 سنة لما بيكتمل تغيير الأسنان نبدأ نلاقي ان احنا الفراغ ده تقفل تمام فإذا تقفل خير وبركة ما تقفلش بنبدأ بنشوف بقى دكتور التقويم أو الكلام ده عشان يشوف هنقف الفراغ ده ازاي نما بتبقى مش ده مش الزراعة هي الحل في الحاجات اللي ازاي دي ممكن الموضوع يبقى طبيعي وتقفل لوحدها بالضبط أستاذ هاني صباح الخير أستاذ هاني أستاذة هاني صباح الخير صباحة بنور حضرتك بنورين الشاشة صباحة الخير وبنحيي أهل المينيا كلهم ممكن اسأل على حاجة بشأن زراعة الأسنان اتفضل ابن دم معك الدكتور لو السن أو الدرس المخلوح حضرتك بقى له فترة جامدة مثلاً 10-15 سنة ده بيعوق عملية الزرق؟ حسب احنا طبعاً قبل الزراعة بيبقى لازم ان احنا انت بتيجي حقيقة عند الدكتورة عشان تكشفي يكشف عليك كويس ويشوف الوضع داخل الفم عامل ازاي وبعد كده لازم بنعمل أنواع من الأشعات المتخصصة جداً في القصة دي علشان نحدد الارتفاع بتاع العظم قد ايه السمك بتاع العظم المتوافر قد ايه تمام؟ بناءاً عليه قادر اقولك هو حينفع نعمل زراعة في المكان ده ولا لأ؟ بس طبعاً لما كان يفقد فيه السن أو الدرس لمدة 10 أو 15 سنة ايه التأثير بيبقى على المكان ده؟ ان العظم في المكان ده لما بنوع فترة طويلة كده من غير وجود سن أو درس العظم في المكان ده الأبعاد بتاعته بتقل جداً ارتفاعه وسمكه والكلام ده فطبعاً بيأثر ولكن على أساس الأشعة اللي احنا بنعملها هنقدر نحدد هو احنا متوفر لنا قد ايه من العظم عشان نحدد نقدر نحط زرعية قد ايه طب لو محتاجين نعمل الأول نخلي نزود السمكة بتاع العظم أو نزود ارتفاعه وبعدين نعمل عملية الزراعة يعني بنحدد ايه الوضع الموجود و ايه لو في مشكلة هيبقى ايه الحل بتاعها ان شاء الله طيب يا دكتور أحمد في عجالة سريعة لان الوقت بصراحة خطفنا وما تكلمناش عن حتى رابع اللي احنا عايزين نعرفه من حضرتك وحضرتك ليه جبع كبير في مجال طب الأسنان انتشر في الأولنا الأخيرة مصطلح الزراعة الفورية أو الزراعة بالليزر ممكن حركت وضح لنا والاستاذة المشاهدين في عجالة سريعة ايه موضوع الزراعة الفورية أو الزراعة بالليزر طبعا قصة الماركتينج والتسويق للشغل بتاع العيادات والكلام ده ساعات بيبقى فيه هو مش الدكتور هو اللي بيبقى ماسك التسويق بيبقى فيه طبعا فريق تسويق والكلام ده فساعات بيبقى فيه عبارات رنانة شوية لازم نبقى عارفين ان الموضوع مش هو كلمة زراعة الفورية دي اه مش درس هشتري من السوبر ماركت بقى عندي بالضبط وبعدين لازم البيشنس لازم العيان يفهم ان هو فيه حالات ممكن جدا ممكن جدا تفقد سنة او درسة مثلا تبقى جايب بسنة او درسة بس ينفع اننا جاست اننا ممكن ممكن مثلا يبقى فيه درسة او سنة بايز وخلاص ما ينفعش يتعالج فيتخلع ونعمل زراعة في نفس الوقت ونقدر نعمل ده فعلا بس في عدد محدود من الحالات الحالات اللي احنا منسميها ستريت فورورد يعني حالة كل الشروط الايديال كل الشروط المثالية موجودة في المكان ده من حيث ان العظم ارتفاعه كويس وكل حاجة تمام والبيشنس صحته كويسة وكل حاجة ايديال اننا اقدر اعمل زراعية في نفس الوقت وحط واقدر اعمل التربوش بتاعي اللي هو الكراون اللي هيبدأ انه هو يبقى الجزء اللي هو ظاهر في الفم كمان انما في حالات مش لازم الناس تفتكر ان ده خلاص حيطبق على كل الحالات لا ده في حالات معينة فيها كل الشروط المثالية انما كل عيان حسب حالته حسب الدكتور لما يروح للدكتور بتاعه ويشوف الاشعة بتاعته والكلام ده الدكتور يقدر يقوله ها احنا هنقدر نعمل لك كده ولا كده ولا كده انما ما اسمعش كلمة الزراع الفورية دي اقبى فاك ان انا خلاص انا رايح الدكتور فلا انا هعمل زراع ما فيش كلام ده كل حاجة طبعا اللي يمشي على حالة ما يمشيش على التانية دي نقطة كل حالة لا كل حالة لا ظروف خاصة بي طيب المصطلح بتاع الزراع بالليزر عشان ساعات كتير تلاقي واحد حد دخلي هذا دكتور ومش فيه زراعة بالليزر دلوقتي كلمة الزراعة بالليزر دي برضو يعني المصطلح ما هواش بالليزر يعني انا هوجه شعاع ليزر فالزراعي هتخش جوه العظم لا الكلام ده مش موجود لانا بستخدم الليزر ان انا لازم اما بيجي عشان احط الزراعة فانت يعني في حالات معاناة بتحتاج ان انت بنفتح الليسة ونحط لازم بتعمل دريلينج جوه العظم علشان بتحضر مكان الزراعة جوه العظم مش عايز الناس تاخد الكلام ده انه هو حاجة مقلمة او 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 لا دي بتبقى حاجة بالبنج والموضعي والكلام ده فبقاش مقلمة يعني فالليزر بيبقى دوره بس انه هو ممكن افتح الليسة بطريقة بدل المشرط العادي انما لازم هعمل حضر مكان الزراعة في العظم اه تمام يا دكتور احنا بصراحة استفدنا جدا واستمتعنا بلقاءنا مع حضرتك بس ما خدناش كل اللي احنا عايزينه ومعرفناش ناخد كل المعلومات من حضرتك فبتوعدنا ان احنا يكون لنا لقاء مع حضرتك مرة تانية واكيد شرفتنا ونورتنا وبنشكر حضرتك ربنا اخليش ربنا اخليش بنشكر كل السادة المشاهدين اللي تابعونا وبنشكركم جميعا خلع حسن المشاهدة وبنوعدكم ان الاسبوع الجاي ومن الاربع الساعة تسعة هيكون معانا ضيف حاص جدا قمة وقامة من في في علم الجلدية في طب الجلدية على مستوى مصر والوطن العربي والعالم كله هنتركوا ومفاجئة للمشاهدين بشكركم شكرا جزيلا مع وعدا بلقاء اخر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة